مساء الخير عزيزي المشاهدين في كل مكان أهلا بكم ولقاء جديد وبرناماتكم مع الناس النهاردة يمكن في بداية الحلقة بنهني كل أولياء الأمور والطلبة ببداية عام دراسي إن شاء الله عام دراسي سعيد وعلشان يكون سعيد لازم يبقى فيه نجاح وتفوق والنجاح وتفوق بيطلبه الصحة والقوة والتركيز وده طبعا بشكل أساسي من خلال نظام غذائي سليم الغذاء وصحة التلميذ خصا في الفترة الدراسية هو موضوع حلقتة النهاردة إزاي نقدم لأطفالنا في جميع المراحل العمرية المختلفة نظام صحي سليم بيتناسب مع اليوم الدراسي الطويل بيتناسب مع مجهودهم بيتناسب مع فكرة التحصيل ده اللي هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة لكن عزيزي المشاهدين زي ما تعودنا في كل حلقة تعالوا مع بعض نبدأ حلقتنا وفكرتنا أخبار الناس بنبدأ مع بعض فكرة أخبار الناس وأول خبر عندنا عن الأرصدة التموينية وبيقول التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تم التأكيد على أن هناك رصيدا كافيا من الزيد بكافة أنواعه بيكفي لمدة خمسة أشهر كما يتوافر رصيد الدواجن المجمدة لمدة ستة أشهر وكذلك رصيد المقارونة الذي يكفي لخمسة أشهر خبر الثاني عزيزي المشاهدين عندنا خبر من المحافظات وبالتحديد من جامعة سهاج بيقول تواصل قوافل جامعة سهاجة البيطارية خدماتها العلاجية المجانية التي تستهدف كرة ومراكز المحافظة ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم فحص وعلاج 980 حالة مرضية من الأبقار والأغنام والدواب والطيور وذلك بمشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية دي كانت أخبارنا النهاردة عزيزي المشاهدين والفقرة الجاية انتظرونا فقرة المشروعات ففقرة مشروعات الناس عزيزي المشاهدين هناخدكم في جولة رائعة في مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة واللي بتعتبر مشعل من مشاعر الثقافة والفنون انضمت مؤخرا في مصر تعالوا مع بعض نشوف هذا المكان الجديد المتطور اللي بننتظر منه ان هو فعلا يكون مركز إبداع لمصر كلها نشوف مع بعض ودلوقتي بنبدأ معكم عزيزي المشاهدين حلقتنا النهاردة وزي ما قلنا في بداية الحلقة ان احنا بنتكلم عن التغذية السليمة لأبنائنا خصوصا في اليوم الدراسي اللي بيبقى طويل في المجهود خارج المنزل وبعد كده كمان داخل المنزل ومطلوب تحصيل معلومات ومذاكرة وصهر فأكيد الغذاء عنصر أساسي من عناصر تكامل منظومة النجاح الصحية بالنسبة لأطفالنا تعالوا مع بعض عزيزي المشاهدين رحب دفتنا الدكتورة رشا صابر أخصائية التغذية أهلا بك معنا يمكن يعني فيه كتير من الناس مش مقتنعين ان فكرة نوعية الغذاء ممكن يكون مؤثر بشكل مباشر في نسبة زكاء الطالب ودرجة تحصيله وقدرته على موصلة اليوم الدراسي من ناحية العلمية خلينا نبدأ من ناحية العلمية هل فعلا للغذاء بيكون تأثير على النشاط العقلي والجسماني للطفل أكيد العقل السليم في الجسم السليم عشان يبقى جسمي سليم لازم أتغذى صح لازم يكون الوجبة بتاعتي متكملة فيها كل العناصر الغذائية المطلوبة وخصوصا في المرحلة العمرية اللي احنا هنكلم عليها النهاردة فيه عناصر غذائية اللي لازم أركز عليها عشان ده الجيل اللي طالع فلازم يعني إحنا اللي بنتدي بيه من صغرهم هنكبر بقى جسمنا مبني صح الطفل مجرد ما خرج من البيت ويبقى وراح المدرسة هينشغل مع أصحابه جارية وتمطيت مش هيفتكر الأكل أصلا معظم الأطفال بترجع البيوت باللانش بوكس الأكل زي ما هو فأصبح أنه أنا لازم أعودهم من صغرهم أنه لازم يأكلوا حاجة قبل ما ينزلوا عشان أشغل المعدة ويبتدوا تطلب أكل معاهم معنا دلوقتي لو هو فضل من غير أكل هينسى الأكل أصلا مش هيبقى جاعين وخصوصا أنه الليعب والتنطيت عنده أهم طب هي فكرة فعلا أنه الوقت قبل نزول المدرس بيبقى ديق وهو ممكن الطفل يصحى من نوم بطنه مقفولة طب ننشط له بطنه في الوقت القليل ده أو الوقت الده يا ده إزاي إحنا بحاجة خفيفة أنا مش لازم أقدي له الوجبة كلها مرة واحدة أنا بقسم له الوجبة بتاعته يعني إحنا لو خلينا فيه كوباية لبن وعليها لشوفان متحلية بعسل النحل دي خفيفة خالص مش هتاخد وقت يعني معظم الأطفال بتفضلها وهتديهم طاقة عشان يقدروا ينزلوا ويتنططوا ويتحركوا براحتهم شوية هيبدأ معاديتهم تشتغل ويقدقوا يأكلوا خلقوا هيفتكروا بقى أن فيه صندوت شات ماما عملها تمام لكن أنا لو الطفل اللي بيأكل قبل ما ينزل بيجوع أثناء اليوم لكن اللي مش بيأكل مش هيبقى جعين مش هيجوع تمام طيب بينسى الأكل خاص بينسى الأكل وممكن بطنه تقفل بقى تجمع إحنا يا جبار لما بنعمل حاجة زي كده بننزل بنعد شوية كتار كده خلاص أنت عديتي مرحلة الجوع فأنت خلاص مش طالبة معاكي أكل تمام فأنت عديتي المرحلة دي معاي هو صحي ولعب وانشغل والطفل أكتر حد دماغه بتنشغل باللعب والطنطيت طيب نوعية الأكل بقى في المرحلة العمرية المبكرة دي إيه أفضل أكل أعمله للطفل يبقى صحي لي ويدينه نشاط ويخليه استحمل اليوم وفي نفس الوقت يكون محبب لي أنا لازم أختار نوعيات تجذب الطفل يعني مثلا أبقى عارفة إيه الأكل اللي هو بيحبه وأبدأ أعمله له بس بالطريقة الصح مش شرط أن أنا يعني مثلا البطاطس معظم الأطفال بتحب البطاطس مش عايزها محمر طب ما عملها له بيوري واضف له عليها البيض وحط له عليها شوية طحيينة وزبط له الدنيا اديت له كذا عنصر غذائي زبط له الدنيا أنا اديت له نشويات وديت له بروتين وديت له كالسيوم طيب ما أنا كده حطت له كذا حاجة حلوة مش شرط أن أنا لازم يعيش الفينو على الفكرة لازم يعيش الفينو ده كارسة الأمها دايما بتعملها مش صح يعني أي دقيقة أبيض احنا لازم نبعد عنها دايما حتى في المرحلة الأمرية الصغيرة دي يعني بتشبع وبتدي طاقة وبيبقى في أطفال دي سموره طاية هو بيعمل مشاكل في بطنهم على فكرة هو الفينو بيعمل مشاكل في البطن بيعملهم واجعة في معظم الأطفال اللي لم يكن نسبة كبيرة منهم ما بيقدروش يكملوا سندوشتهم عشان بطنهم بتوجعهم من اللايش الفينو فاحنا بيختار لهم البديل إيه بقى البديل مثلا لو هنجيب اللايش الأسمر بس الطفل الصغير قوي ده ما عرفش يمسك اللايش البلدي فيه توست البني البني مش الأبيض لأن الأبيض هو زي الفينو أنا اديت له الحبوب الكاملة في عيش فينو بني على فكرة في عيش فينو بني أنا المهم إن أنا أبعد عن الدقيق الأبيض لأن الدقيق الأبيض على فكرة وشوية وهتلاقيه جاعة تاني لأن الفينو اللايش الأبيض بيتهدم بسرعة تمام غير البني بياخد وقت شوية الألياف بتاعته أعلى لسه الدقيق يعني بخيره أو محطوط عليه رضة اللي هي بتبقى ألياف برضو ألياف فأنا خليته استفاد بالفيتامينات وخد الألياف اللي هو عاوزها وشبع السكر عايزين نتكلم عنه شوية لأنه من العادات الخاطئة للأسف لكتير من الأمهات يعني بيبقى الخطأ مش خطأ الطفل يعني أنا بشوف كتير من الأمهات فكرة الحلويات المسكرة دي يعني كأنها هي هادت ابنها وكفقته وإحنا بنتكلم على أن هو سم أبيض فإزاي أنا أدي ابني حاجاتي حبها يبقى مزاقها كويس أدي له نسبة السكريات المطلوبة وأبعد تماما عن الحلويات خصوصا الحاجات اللي فيها الطعم الصناعي والنكهة الصناعية والله هو أنا إن إحنا الاتجاه دلوقتي كله إن إحنا بنبعد عن السكر الأبيض وبنتعامل بالعسل في تحليط العصاير في يعني لما مثلا بعمل ملكة شيك بيبقى الكاكاو أو الشوكولاتة هي المصدر للحاجة المسكرة بلاش يبقى سكر أبيض بلاش مواد حفظة بلاش معظم الحاجات اللي هي الحلويات بتاعت بره كلها فيها مواد حفظة صحيح مواد حفظة ولون صناعي وطعم صناعي بتهايبر الأطفال بتخليهم هيبرين الأمهات بيبقوا فقدين السيطرة عليهم طول الوقت تنطيت وما فيش أكل يعني العسل والحاجات دي بتبقى تحلية لكن ما بتديش فرط حركة أقل الدرج أقل يعني هي بتدي التحلية اللي هتخلي الطفل يحب الحاجة وصحية بالضبط كده لأنه أنا مش هقدر أمنع الطفل أنه يأكل حاجة مسكرة الأب والأم دايماً بيبقوا القدو أنا يعني أولادي هيقلدوني لما بيشوفوني بعمل حاجة بيعملوا زي طب إحنا هنطلع مع بعض فاصل دلوقتي وحننتقل بعدها لمرحلة سنية أكبر ونشوف برضو أهم الحاجات اللي إحنا لازم نبعد عنها ونبعد عن ولادنا في الطعام بعد الفاصل معك ومع سادة المشاهدين مرة تانية ونطلع بقى مرحلة عمرية أكبر شوية إحنا اتفقنا أنه في حاجات خطأ تماماً نبعد عنها زي المياه الغازية زي السكر الأبيض لما الطفل بيكبر شوية بيدخل مرحلة عمرية بيبدأ في سن المراقعة بتبدأ مشاكل الجلد ومشاكل الشعر وخوصاً مع البنات وما إلى ذلك بيحتاجوا نمو أكتر بيبقوا محتاجين أكل مختلف شوية علشان مرحلة عمرية جديدة بتنصحيهم بإيه بقى أهم حاجة لأنه دايماً البنية في السن ده بتبقى خايفة قوي أنها تدخن فتمنع أكل بتخش في حالة نفسية لأنها بترفض الأكل تماماً فبيتجلها زي هزيل إحنا الكرف بتاعهم بيقل أنا في المرحلة دي بهتم أن أنا بدأخلهم العناصر الغذائية بالكميات المطلوبة ببعد طبعاً عن الكاربوهيدروت بركز على البروتين وبركز على الفيتامينات والأملاح المعدنية يعني اللي عايز يخص يبعد بس عن مثلاً مكارونا روز عشفين ومش نمنع بس نقنن أنا مش من سياستي المنع بس أنا بحب دايماً اللي هو الوسط دلوقتي أنا لما أنا كلما هاكل نشويات أكتر وكاربوهيدروت أكتر كلما هجوع أكتر كلما هخش في مشاكل أكتر وسمنة بقى يعني الناس دي الجسمها بيبوس خالص طيب أنا دلوقتي عشان أصلح الموضوع ده أنا باهتم بالفيتامينات والأملاح المعدنية زي ما اتفقت مع حضرتك عشان البشرة اللي بتبقى طبعاً دي دي أكتر حاجة بتهم البنات ويه البروتين يعني لحوم فاكهة وخضار وفاكهة وخضار هم دول التلات عناصر الهمة جداً في المرحلة العمرية دي بزت ولازم أبقى فهمة الخضار اللي أنا باكله فيه إيه عشان أحبه لأنه فيه ناس مثلاً بترفض أنواع خضار كتير تقولك لا أنا باكلش خضار خصوصاً الخضروات الملونة القرع الجزر الفلفل الألوان الطماطم الحاجات دي مليانة يعني زي ما بنقول طبق الصلطة ده أساسي يعني في الوكبة ونحاول إن احنا نشكله الألوان كتير بغير الفاكهة طبعاً اللي هي يفضل إن هي تكون تحليتنا مش ندور على حاجة فيها سكر أبيض أو فيها دهون وسمنة وزبدة والكلام ده طيب فيه بقى يعني أطفال تقولك ما شربش لبن ما كلش بيد أنا ما بحبش الحاجات دي ده ممكن يبقى خطر فعلاً على الطفل في السن ده خصوصاً لو بيقضي يوم دراسي طويل أكيد هو مبدئياً لازم كل يوم يشرب كباية اللبن ده أساسي طيب هو ما بيحبهاش لبن كده طب ما جيبها له كباية زبادي ما بيحبهاش كده طب ما حطوله معها موز حطوله معها أي فاكهة تغير طعمها عملها له طبق رز بلبن طبق مهلبية تمام البيضة لازم ياخد بيضة يومياً لأنها مليانة عناصر غذائية جسمه محتاجها علشان بناء جسمه وعلشان خلايا الوخ بالضبط كده فهو بالنسباله الحاجات دي لازم تتاخد فأصبح أن أنا ممكن أغير له شكل التقديم نفسه يعني مثلا ما بيأكلهاش مسلوقة طب أعملها له أملت ما بيأكلهاش كده أحطها له في حاجزة بس لازم يقول بالضبط كده بأي شكل من الأشكال ودلوقتي نتم خليه كل حاجة لها مليون طريقة طب حلوة يعني حتى مثلا ممكن لما الطفل يكبر شوية هو يشوف حاجة يعملها هو بالضبط يجرب أكلات هو بنفسه يحبها ولما أدينه النساحة أنه هو يختار معي يعني ما أجبرهوش دايما الأطفال ما بتحبش الإجبار أيها لازم أنقشوا طب هاي يا حبيبي تحبوا كذا ولا كذا طب تعال دخل معي تيجي نعمل مع بعض طب نجرب نعمل كذا ولما بغير أصلي الروتين إحنا أجبار برضو بنزهق صحيح فكرة التنويع مطلوبة التنويع مطلوبة في الصنف ممكن تعمل بتلاتين طريقة فأنتي هتغيري فيه هتلاقي ده جاب معا مرة ده جاب معا مرة التنويع مطلوب تمام فترة التركيز والامتحانات ودائما بيتقال إن فيه أكلات معينة بتزيد من التركيز فعايزين نعرف إيه الأكلات دي وهل يعني تتاكل في ساعتها ولا المفروض تتاكل قبلها بفترة ولا هو المفروض يبقى سيستم حياة يعني فيه ناس بتفتكر إنه هو لو كانت مثلا تفاحة دلوقتي خلاص مش عارفين إنه هو لازم يبقى سيستم طبعا أسلوب حياة أسلوب حياة هم عاملينه من بدري علشان يظهر تأثيره فاتكلمينا عن الوجبات والمأكلات اللي الأم تبعد عنها خالص اللي ممكن تسبب خمول ممكن تسبب توطر ممكن تسبب تشتيت في الزهن وعدم تركيز فيه فعلا أكل ممكن يعمل كده للأطفال أو للشباب اللي بيعمل الحاجات دي لو تعبت له معادته يعني لو هو ما بيقدرش يأكل الأكلات معينة وأنا غصبت عليها اللي هي الإكراه في الأكل بوصله المود غيرت له مزاجه الأكلة دي بتتعيبه معنا لازم برضه أركز أنا كأم واجبي إن أنا أركز ممكن يكون عنده حساسية من أكلات معينة فيه أكلات بتتعب بتتعب الطفل على فكرة فيه أطفال كتير قوي دلوقتي بتشتيكي من معادتها علشان المألي بقى والحاجات اللي احنا بنقول عليها الوجبات الجهزة والألوان اللي بغوزت بطن أولياتهم ومعدتهم فخليتهم دلوقتي بقوا بيشتيكوا من أمراض طيب الكبار بيشتيكوا منها حضرتك قلت حاجة يعني مهمة جدا إنه أنا ما ينفعش خلاص أنا أنا مش مع التركيزي ضايع اللي هو هروح أكل الحاجات دي دلوقتي عشان عشان حل الواجب ومفيش الكلام دا هي حاجات تركوا مية صح يعني زي ما قلنا إحنا عايزين نختم كلامنا بإن إحنا نوضح إزاي للأمهات إن صحة ولادها ومستقبل ولادها في إيدها هي في طريقة أكلها هي اللي بتأكلها لهم اللي بتعودوا عليه أكيد فدي نقطة مهمة قوي تعوديها على فاكهة وخضار ونظام أكل معين حيبقى صحيته كويسة وده حيبقى له مرضود عليه في المدرسة أكيد أنا دلوقتي لو ما أكلتش طفلي كل العناصر الغذائية المطلوبة أنا أولا لو ما فهمتش احتياجات طفلي لازم أفهم احتياجات طفلي الأول عشان أعرف أكله صحة لازم أعرف يعني إيه عناصر الغذائية عشان أعرف هي متوفرة فيه وكمله الوجبة بتاعته صحيح وزي ما حدك قلت النبت ما خلاش بالضبط يعني حتى أنا لو ما عنديش المعلومة بدل ما أتفرج على حاجة مسلية أدور على معلومة عناصر الغذائية معينة فأنه أكلة وممكن الأكلة دي تتعمل إزاي بالضبط بالضبط أنا بشكرك الدكتورة راشا صابر أخصاء التغذينا وورتينا النهاردة وبنتمنى فعلا عام دراسي سعيد جميل مليان بالصحة والعافية خاصة أن احنا بقى هندخل على الشتاء وشوية كده أدوار برد وشوية ضعف شوية فلازم يبقى الغذاء فعلا يا جماعة دواء لو تعملنا بقى بالشكل الصحيح أنا بتمنى كل الصحة والعافية لكل أطفالنا في كل مكان وبنتمنى كل الأمهات تاخد بالها من النقطة دي جامد جدا شكرا لكم عزيزيز المشاهدين وإلى اللقاء جديد وبدأ بكم معنا